السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله معلومات على زيت المحرك ورقمه وتثيره على اجزاء ومكونات المحرك نوع زيت المحرك ورقمه قد يؤثران على خروج طشاش الزيت من مقياسه يجب استخدام زيت المحرك المناسب وفقا لمواصفات الشركة المصنعة للمحرك استخدام زيت غير ملائم او غير متوافق قد يؤدي الى زيادة ضغط الزيت داخل المحرك مما يؤدي في بعض الحالات الى خروج الشرش الزيت من مقياسه لذا من الاهمية بمكان اتباع توصيات الشركة المصنعة بشأن نوع ولزيت المحرك وتغييره وفقا للجدول الزمني المحدد يتم تخزين زيت المحرك في خزان الزيت المخصص ويتم تدويره عبر المحرك عبر شبكة من القنوات والممرات يضخ الزيت عبر المحرك بواسطة مضخة زيت ويقوم بتشحيم العمود المرثقي وعمود الحدبات والمكابس والاجزاء المتحركة الاخرى اثناء دورانه يمتص زيت المحرك الحرارة المتولدة من المحرك ويحملها بعيدا مما يساعد على تنظيم درجة حرارة المحرك من المهم تغيير زيت المحرك في سيارتك بانتظام حيث يمكن ان يتلوث بالاوساخ والحطام والشوائب الاخرى بمرور الوقت يمكن ان يقلل ذلك من فعاليته في حماية المحرك والتسبب في تلفه بمرور الوقت يمكن ان يختلف تكرار تغيير الزيت المصبه اعتمادا على نوع الزيت والنوع المحدد للسيارة وطرازها لذلك من المهم اتباع ارشادات الشركة المصنعة ويقوم بتشحيم العمود المرفقي وعمود الحدبات والمكابس والاجزاء المتحركة الاخرى اثناء دورانه يمتص زيت المحرك الحرارة المتولدة من المحرك ويحملها بعيدا مما يساعد على تنظيم درجة حرارة المحرك من المهم تغيير زيت المحرك في سيارتك بانتظام حيث يمكن ان يتلوث بالاوساخ والحطام والشوائب الاخرى بمرور الوقت يمكن ان يقلل ذلك من فعاليته في حماية المحرك والتسبب في تلفه بمرور الوقت يمكن ان يختلف تكرار تغيير الزيت المصبه اعتمادا على نوع الزيت والنوع المحدد للسيارة وطرازها لذلك من المهم اتباع ارشادات الشركة المصنعة ويقوم بتشحيم العمود المرفقي وعمود الحدبات والمكابس والاجزاء المتحركة الاخرى اثناء دورانه يمتص زيت المحرك الحرارة المتولدة من المحرك ويحملها بعيدا مما يساعد على تنظيم درجة حرارة المحرك من المهم تغيير زيت المحرك في سيارتك بانتظام حيث يمكن ان يتلوث بالاوساخ والحطام والشوائب الاخرى بمرور الوقت يمكن ان يقلل ذلك من فعاليته في حماية المحرك والتسبب في تلفه بمرور الوقت يمكن ان يختلف تكرار تغيير الزيت المصبه اعتمادا على نوع الزيت والنوع المحدد للسيارة وطرازها لذلك من المهم اتباع ارشادات الشركة المصنعة درجة الحرارة من المهم تغيير زيت المحرك في سيارتك بانتظام حيث يمكن ان يتلوث بالاوساخ والحطام والشوائب الاخرى بمرور الوقت يمكن ان يقلل ذلك من فعاليته في حماية المحرك والتسبب في تلفه بمرور الوقت يمكن ان يختلف تكرار تغيير الزيت المصبه اعتمادا على نوع الزيت والنوع المحدد للسيارة وطرازها لذلك من المهم اتباع ارشادات الشركة المصنعة درجة الحرارة من المهم تغيير زيت المحرك في سيارتك بانتظام حيث يمكن ان يتلوث بالاوساخ والحطام والشوائب الاخرى بمرور الوقت يمكن ان يقلل ذلك من فعاليته في حماية المحرك والتسبب في تلفه بمرور الوقت يمكن ان يختلف تكرار تغيير الزيت المصبه اعتمادا على نوع الزيت والنوع المحدد للسيارة وطرازها لذلك من المهم اتباع ارشادات الشركة المصنعة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله